أهلاً وسهلاً اليوم بدنا نتعلم ثلاث أحروف زاكين تعرفون من العربي كمان مثل حرف ب بالكلمة بوز وحرف الد مثل بالكلمة ضعيف وآخراً القه مثل بالكلمة قتو وهالكلمات التالية أمسال بالألماني بان ناب دوم آدل غاس لاغ وأكيد حسيت أن الأحروف ينلفزون مثل بالكتابة ب، د و ج اللفز هالأحروف لما يكون بالبداية أو بالنص الكلمة شوي قويوي بس لما هالأحروف أصلاً بالنهاية بعدين اللفز شوي راخويوي مثل البه بالكلمة كتاب وشوفوا على هالأمثال بالألماني ليب ليت ليك يلا خلونا نتعلم مرة لخ بُب بُب بَنْت بَات 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 ديب بَات بَات جاء